خليني أسأل حضرتك في نفس النقطة أنه رسم الشخصية نحن في المسلسل يمكن هنا في الحشاشين الشخصية الأساسية هي الحسن الصباح يعني هو المتصدر الحكاية كان عند حضرتك هو بطل من الأبطال بطل رئيسي البطل المضاد بطل من الأبطال البطل المضاد للغزايا الخيوط الأساسية اللي أنت نسكت هذه الشخصية منها كانت إيه؟ أنا شخصية الصباح الكتب اللي أنا قلتها الحضرتك الصفات اللي أنت حاولت يعني الملامح النفسية للشخصية الملامح الشكلية أنا رأيي أنه كان راجل براجماتي جدا وشخصية خبيثة هو مثقف ثقافة واسعة وراجل بالتأكي عنده علم جيد جدا لكن كيف يوظف هذا العلم وهذه الثقافة مش بيوظفهم لا صالح الإسلام ولا صالح الدول وهو بيوظفهم لصالح نفسه لأنه عايز يقين دولة مفهوم الإسلام السياسي على طول كلما نتكلم عن الإسلام السياسي بقى هو بيستغل الدين لإقامة الدولة فهو الحسن بالصباح يستغل الدين لإقامة الدولة فأنا كنت مركز على النقطة دي أفكاره إنها بعيدة عن الإسلام تماما أنا كشفت ده وإن مسألة يعرف إمامك وبعدين اسقطت تكاليفه والكلام ده أنا أظهرت ده كله أظهرت العنف بتاعه وإنه ممكن يتصل مع الصليبيين ممكن يعمل أي حاجة في سبيل هدفه يعني ركزت على وإنه مفيش حاجة اسمها العية العهود ولا الكلام ده فلا أنا كنت مركز على كشفه يعني مش بقول أفكاره بس لا أنا بكشفه وبكشفه أكتر من خلال الغزالي وعملت الشخصية الحقيقة تانية كشفته من خلالها بقوة اللي هي شخصية بتاعت واحد اسمه علي كانت زميد الغزالي دي شخصية درامية ولا شخصية تاريخية يعني مبتكرة يعني دي مش موجودة في التاريخ لكن حضرتك ابتكرتها ابتكرتها واحد كان زميد الغزالي ولكن الغزالي نجم ولمع وده ما لمعش فكان بيحقد على الغزالي فراح ارتمى في أحضان الباطنية لكن بعد شوية يكتشف البلاوي بتاعتهم ولما يخلف يقول لا أنا ابني مش هخل ابني يطلع في ظل الباطنية ولا يؤمن بأفكاره فيحصل له تحول وبالتالي ياخد الكتب اللي هم بدي ينهاله لانه كان وصل في المرتب مراتب الدعوة بالمناسبة لمراتب الدعوة دي موجودة عند الإخوان يعني مش كلهم حاجة واحدة لا دا في مستويات ودي كت موجودة برضو في الحشاشي عندهم دا هما واخدانا من هنا فكان وصل في مرتب الدعوة المرتبعة يعني متفوقة جدا لدرجة أنه بقعت عنده الكتب بتاعت الدعوة فياخد الكتب دي يديها للغزالي والغزالي يشتغل عليها عشان يكتب الفضائح البطنية فأنا يعني دي العناصر اللي أنا اهتمت بيها حتى العناصر التاريخية اللي ثابتة يعني مثلا هو خل أستاذه اسمه عبد الملك ابن عطاش دا أستاذه اللي علمه واللي بعده باصله أستاذ الصباح فأنا اهتمت بالشخصية دي بالتاريخ لكن فيه طبعا كشغل دراما يخلته في موقف من المواقف مثلا يقول له بوس إيدي أنا أستاذك يقول له بوس إيدي على اعتبار بقى أنه هو هنا ووصل إلى درجة يا خلاص ووصل إلى درجة الأول تضخم الأنا فيجبر أستاذه أنه هو يقبل وهكذا فأنا الحقيقة كنت حريص على طبعا أنا هنا يعني لا أدين عبد الرحيم كمان ولا أقول له غلط هي دي وجهات نظر دي كانت وجهة نظر لا زي ما حضرتك قدمت إنه في شخصية هو اخترعتها لأسباب درامية أيها هو دوارد ده اللي أنا بقول عليه فيه جزء مسكوت عنه الجزء المسكوت عنه أنا أتصرر فيه بالشكل اللي أنا شايفه أنا ما خلفتش التاريخ لكن لأنه التاريخ طبيعي فيه فجوات فجوات دي من حق الكاتب إنه هو يخش يملاه صحيح عشان قاتل حتى يبين هو الشيء الفلان دي حصل ليه طب حصل إزاي فهنا من حق الكاتب إنه يدخل خياله أنا ليه يكتاب على فكرة عن فن السيرة ومبين فيه إن إحنا مش من قد يعني أنا ما بقدمش وافقة تاريخية ما بقدمش كتاب تاريخ اللي عايز يقرأ كتاب تاريخ صحيح عيروح يقرأ كتب التاريخ نعم أنا بقدم الكتاب بقدم التاريخ زائد رؤية الكاتب زائد الدرامة دي عناصر كلها بكتكامل عشان أقدم عمل دي نقطة مهمة فن دم حتى فيه تفاعلنا مع العمل المعروض أو أي عمل تاريخ آخر إنه حضرتك بتقول هو بيقدم وجهة نظر وجهة النظر دي قابلة للصواب قابلة للخطأ لكن في تظل وجهة نظر طبعا